أسألك سئلة وكيل نيابة ورجع تاني وكيل نيابة تفضل لي باشا أمر ده بالعكس لاتهامات ان غادة عبد الرازق بتسيطر على العمل بتحزف مشاهد الناس عايزة بس هي اللي تبقى مكوشة على العمل وتختصر في بعض المشاهد للي تعتقد انه ممكن يلفت الانتباه ده اتهمات بتوجه لك دايما في المسلسلات دي نوع من أنواع السياسة يعني دي نوع من أنواع السياسة اللي لسه ظهرت ديت في الفن اللي هو ايه أطفش منها الناس ازاي او الله العظيم وانت شيء طبيعي لما انت تسمع عني ان انا بعمل كده لما ببعت مثلا سيناريو لممثل محترم وليه قيمة وحييجي اشتغل معايا مش هيشتغل اه هيقولك يا عمد انا باسمع انها بتدخل المنتج وتحزف وتقص او مثلا بنت بسم الله ما شاء الله لسه طالعة جديد بواجه جديد وبتاع تقول لك لا لا مش هروح اشتغل معادي بيقوله انها بتغير وبتعمل وبتاخد ده السياسة ده ده زكاء يعني شايفة ده متعمد علشان يخوفوا الناس نتشتغل معاكي طبعا طبعا بس انت عايز تخوف اي حد يا باشا من اي حد يا باشا يعني زي او مخرج من هنا انا مثلا اه فيه حاجة بيني وبينك مثلا مش مش حباك مثلا فاو مخرج كان نطيف معاكي خالص مش هارفة ايه خالص لا 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 ده عمل كزا ده عمل كزا عمل كزا انا لما اروج ده عنك لما هتبعت لاي نجم يجي قد معاك هيجي لا مش هيجي حيخاف وبالفعل في ناس كتير يعني يقولك انه برنامج عنيف وخطه سياسي وعتيجي فيصوق لده يعني لكن دي سياسة دي نوع من انواع السياسة في المهنة سياسة في المهنة اه طبعا يعني الاسرعات والصدمات في الوسط توصل للحد ده؟ لا توصل لأي حاجة لأي حاجة توصل كمان انه هم يبقوا مثلا فيه نجم اه اجروا عالي شوية اه يوقعوا يوقعوا مخصوص بسموها ايه هدموا يعني احنا حنكسروا يوقعوا عشان ايه بقى اه اضرب المربوط يخاف السايب عشان مثلا ال 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 الورا فلما لقيك انت فهم يخافوا فينزلوا في الفلوس سياسة كبير مافيا انا بسميها السينما ليها مافيا والدراما ليها مافيا والمسرح اللي بازه مبقاش في مسرح ليه مافيا هي كده مش عندكو بس يعني انت عندك هتلاقي في شغلتك كده وهتلاقي في المحاميين كده وفي الدكاترة كده لكن احنا عشان عاننا سبوت قوي فاكتر ناس ظهرين لكن احنا عندنا اه طبعا عندنا وليقول غير كده يبقى اكيد بيقول اه بس للتامدل اكيد لها جزء من الواقع يعني اكيد دي هذا يعني في المنتاج لما بتحذيفي مشاهد للغير في المنتاج بحذي وتدخل انت وتعملي المنتاج بنفسك وممكن يكون بتعمليه عندك في البيت تتخيل في البيت في ناس كده عناعة في فنانين بيعملو في البيت بصت بقى انا عندي في البيت اه مديرتي البيت صباح ببقى قعدة كده عالتك انا بقولها صباح نزلي بالمسلسل هدي المسلسل من فنلك عالصانية عشان انا هاخد لي ساعتين ثلاثة قبل ما نام بقى امانت شوعي انا هنام كده داي الفنسي والليم